نعم بسم الله الرحمن الرحيم هيا لك وليس جفورك الكريم سيدة الكريمة هناك حقيقة مستواجية بالتعامل الأمريكي يعني من هنا يقدم مؤونة بهذا الضخم إلى المناطق المحروة والعوائل اللي حقيقة هم كانوا ضحية لهذا الأدوان الرعابي التكتير الداعشي من هنا يقدم لهم مبالغ مؤونة ومن هنا حقيقة يقدم لبرياء وفي غزة وفي لبنان لذلك يعني هناك مؤونة واجهة واضحة في هذا التعامل ما يخص حقيقة الموضوع هذه المعوونة التي تفضل من مقبل التحالف الدولي أكيد رح تكون لها يعني في المكان واضح وخصوصا نحن يعني العوائل كلها تنتظر في سهر من 2014 بسبب العراق والآن كما تعلمين حضرتك هناك كثير من العوائل التي كان هناك أمراض ومشاكل كثيرة يعاني من عندها يعني المواطن ضمن هذه العائل طيب سيد علي هذا الدعم هل هو في المستوى المطلوب برأيك يعني يعني حقيقة نحن نحن ننتظر الدعم من قبل أمريكا ومن قبل تعرف دولي كان على قياداتنا يعني في العراق وفي سوريا تكون هي من تقدم الدعم باعتبار أن العائلة العراقية والعائلة السورية لها تماسك الباشر والدولة والحكومة هي من تكون مسؤولة عليها بالدرجة الأولى لا ننتظر التحالف الدولي أو لا ننتظر معونات من هنا وهناك من خارج الحكومتين العراقية والسورية لكن بما أن الموضوع أتى فلا بأس به لأنه سيكون يعني مصدر إيجابي مهم بالنسبة للعوائل التي يعني هي في المخيمات خصوصا في العراق مخيمات في حواق وفي أرد أيضا بيانة تحالف الدولي أكد على أهمية إيجاد حلول دائمة للسكان المدنيين في شمال شرق سوريا وبما في ذلك محاسبة أو تقديم عناصر التنظيم الإرهابي المحتجزين هناك إلى العدالة هذا البند أيضا كيف يمكن قراءته سيد علي وفي ضمن ما يحصل للمنطقة والظروف والمعطيات الحالية هل يمكن إيجاد حلول دائمة للسكان المدنيين في شمال شرق سوريا نعم سيدة الكريمة أأتي من سؤال التي أجيبها بحقيقة الموضوع أنه محاكمة الإرهابيين الإرهابيين ما زالوا هناك الإرهابيين يعني مرتخدهم بالدماع الأبرياء منذ 2014 والآن لم تصدر أحكام كل ما تريد الدول العراقية أن تصدر أحكام إذا يأتيها توجهات تأثيرات من قبل أمريكا ومن قبل دول محيطة بالعراق تسنيها عن توقيع الإعداء وهذه الزواجين التي تتكلم عليها من قبل الجانب الأمريكي هناك حقيقة العوائل الإرهابية أيضا يسببون حقيقة المشكلة يعني ينتبون لهذا الفكر الإرهابي التكثيري الذي يعني بالنسبة للمجتمع ككل هو يعتبره يعني يستهدفه بشكل واضح أو بشكل رئيسي فلذلك هناك مجمل حقيقة المشاكل يعني من ضمنها عدن يعني صدور أحكام أو صدور أحكام ولم يتم تطبيقها كإعدام ومؤبد وهذا ذلك وأيضا العوائل الإرهابية كما قلت لكن قبل أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي علي السباهي كنت معنا مباشرة من بغداد شكرا